في اليمن قتل عدد من الحسيين وأصيب آخرون بجروح في الشباكات مع المقاومة الشعبية الموالية لرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في محافظة الضالع جنوبية البلاد كما أسفرت الاشباكات بين الطرفين عن مقتل سبعة من رجال المقاومة واجهت هذه الاشباكات التي تركزت في مدينة دمت الوقع بين محافظة طيئب والضالع في الوقت الذي يشن فيه الحسيون هجمات على مواقع المقاومة هناك في محاولة للسيطرة عليها كما قتل القيادي في المقاومة الشعبية نايف الجماعي برصاص قناس حوسي في مدينة دمت فجر اليوم لدى خروجه من الجامعة